راح حكي لك كيف ناس بربح فلوس خلال الركود والأزمات الاقتصادية خلال الأزمة الاقتصادية اللي صارت في 2008 ولما انهارت أسواق الأسهم كان في شركات عاد أسهمها ممتاز 60 و 30 و 20% وأغلب هذه الشركات تابعة لقطاعات لا يمكن الاستغناء عنها مهما كان الوضع الاقتصادي اللي هي قطاعات المنتجات الاستهلاكية والصحة والخدمات وأكثر شركة كان أداها ممتاز ما بين أقوى 500 شركة في أمريكا هي شركة دولار تري أو أبو دولار محل ببيع الأشياء بدولار و دولارين لأن الناس بتروح لهذه المحلات في هذه الأوضاع ونفس الشيء هذه السنة فهذه الشركة سهمها مرتفع 17% من بداية السنة مقارنة بسوق الأسهم اللي منخفض 17% وراح حكي لك كيف تجد شركات غيرها أداءها ممتاز بتروح على موقع finviz.com بعدين بتضغط على سكرينر وبيطلع لك هذه الصفحة وبتضغط على أول بعدين بتختار الـ Country USA بعدين بتختار الـ 52 Week High Low يعني الأداء خلال السنة الماضية يكون من 0 إلى 5% أقل من القمة وبترتب النتائج حسب الحجم السوقي بعدين رح تطلع لك كل هذه الشركات الأسهمها تقريبا في القمة بينها بيبسي و مكدونالز ولو تلاحظ القطاعات أغلبها قطاعات الصحة والطاقة والخدمات والمنتجات الاستهلاكية إذا حبت تداول في هذا الأسهم أو تتعلم أكثر تركت لك الرابط في البايو موسيقى